اشتركوا في القناة فقال إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل ثم قال فريضة من الله والله عليم حكيم هؤلاء هم الثمانية الذين تصرف إليهم الأموال وهذه الأصناف ذكرها الله موصوفة فحيثما تحقق هذا الوصف ولم يكن مانع من العطاء فيجوز بذل هذا المال من الصدقات إلى هذه الأصناف فإذا كان الأخ فقيرا أو مسكينا أو غارما أو غير ذلك من بقية الأوصاف فلا مانع من إعطائهم من الزكاة لكن إذا كانت نفقته إذا كانت نفقة الأخ واجبة عليك ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لأنه قد ثبت في ذمتك له حق آخر غير الزكاة وهو حق النفقة فإذا كان يجب عليه أن ينفق عليه فعند ذلك لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة لماذا؟ لأنه لما يعطيه من الزكاة هو سيسقط واجبا عليه واجب بالنفقة ووجوبها سابق على وجوب الزكاة وبالتالي لا يجوز صرف المال في هذه الحال فيجوز إعطاء القريب سواء كان من الأصول أو كان من الفروع أبا أو أما أو من أعلى أو ابنا أو بنتا ومن دون أو أخا أو أختا أو بقية الأقارب الشريطة ألا تكون نفقته واجبة عليه لأن الله تعالى قد فرض النفقة على الأقارب وعلى الوارث فقال وعلى الوارث مثل ذلك أي في وجوب النفقة فإذا كان يرث هذا إذا كان يرثك أو إذا كنت ترثه فهنا يجب عليك الإنفاق عليه وتنفق عليه بالقدر الذي تحصل به كفايته فإذا كانت ما عندك لا يغطي وعندك زكاة فيجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كانت نفقته غير واجبة أو ليس عندك ما تستطيع أن تنفق عليه لكن عندك زكاة يجوز أن تعطيه من الزكاة لوجود الوصف الآخر فيكون هنا استحق النفقة أن تستحق المال بسببين إما النفقة وإما الزكاة كونه من أهلها فإذا كان ما يعطى بالنفقة يغطي حاجته فلا حاجة إلى الذهاب إلى الزكاة فإذا كانت النفقة لا تغطي حاجته إما جزئياً أو لا تغطي حاجته كلياً بأن يكون غير قادر على الإنفق على أبيه أو على أمه أو على أخه أو على أخته أو على ولد إن كان له ولد فعند ذلك ينتقل إلى الإعطاء من الزكاة طبعاً من الفقهة من يقول لا يجوز أن تصرف الزكاة في عام دي النسب يعني في الأصول وفي الفروع نعم هكذا ذكر جماعة من الفقهة ويقول جمهور الفقهة لكن صحيح أنه يجوز إعطاء الأصول ويجوز إعطاء الفروع شريطة ألا يكون ذلك ممكن من النفقة الواجبة هذا الشرط الذي ينبغي نرعه إذا كان هذا الشرط فائتاً بمعنى أنه لا يقدر أو نفقته ليست واجبة عند ذلك يجوز إعطاه من الزكاة لوجود وصف الفقر أو البسكنة أو غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في الأصناف الثمانية الذين نصت الآية على صرف الزكاة فيهم وهم إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرضة من الله أحسن الله لكم الشيخ و جزاكم خير